يام سائل ورد والفل والياسمين عليكم جميعا مشاهدينا الأعزاء كل سنة وحضراتكم طيبين سنة جديدة سعيدة إن شاء الله عليكم أيام ونقول باي باي لعشرين عشرين اللي كانت سنة كبيسة وكانت سنة فظيعة على الكل وعلى العالم كله بما فيها من أحداث وكوارث وكورونا وإحباطات وكل حاجة شفناها السنة دي أيام وهنشوف السنة الجديدة عشرين واحد وعشرين وبنأمل من ربنا إنها تكون سنة سعيدة علينا جميعا وكل واحد عانى أو آسى في سنة عشرين عشرين يا رب هذه المعاناة تطرف عنه إن شاء الله طبعا بيبقى الموسم ده أو اليومين دول بيبقى أيام علماء الفلك وبيبقوا بيتوقعوا لنا اللي ممكن يحصل في سنة عشرين واحد وعشرين أو العالم القادم إن شاء الله بإذن الله وطبعا العلم عند الله ولكن هي بتبقى حسابات فلكية هم بيحسبوها وبيبقوا يتكلموا عنها أنا النهاردة جاية وجايبا لكم خلاصة توقعات الأبراج وطبعا حضراتكم رقم القناة موجودة على الشاشة لو حضراتكم حابين تعملوا أي مدخلات وحابين نتكلم عن أي برج من الأبراج الخاصة بيكم هنبدأ بأول برج وهو برج الميزان بما إن أنا بقى برج الميزان برج الميزان استنادي إن شاء الله لكل الميزان اللي زي عايز أقول لكم مبروك نهاية المعاناة اللي شفتوها في عشرين عشرين شفتهم مقاسي وشفتهم معاناة وشفتهم حسد وأحقاد من ناس لن تتوقعوها شفتوا من ناس بتحاول تخرب حياتكم شفتوا حاجات كتيرة وشفتوا اديتوا كتير في عشرين عشرين اديتوا كتير جدا وتوقعتوا التقدير لهذا العطاء ولكن ما وجدتوش هذا التقدير نهاية عشرين عشرين كان عندكم قرارات مصيرية فعشرين بقى واحد وعشرين إن شاء الله بإذن الله كل اللي عانى في برج الميزان هيفرح جدا هتبقى السنة بتاعتكم فيها فرحة وراحة بال مزاقكم هيكون أحسن وهيكون أفضل عندكم هتبدأوا تكتشفوا نفسكم مرة أخرى يعني هتبدأوا رحلتكم مع الزيت ومع اكتشاف الزيت هتبدأوا ترجع ابتسامتكم تاني من قلوبكم هيبدأ يرجع لكم تاني رحلة البال اللي كنتوا بتتمتعوا بيها هيبدأ يرجع لكم تاني الصفاء النفسي اللي كنتوا بتتمتعوا بيه إن شاء الله عندكم حصد كبير جدا في الصفر وإن شاء الله هتحققوا نجاح قوي جدا في النجاح في مكاسب مادية إن شاء الله هتحصلوا عليها هتلاقوا أخيرا التقدير التقدير اللي انتوا بتتمنوا من الناس هتلاقوه هتلاقوا التأدير من الطرف الآخر اللي كان دايماً بيهملكم هتلاقوا التأدير من الأشخاص التأدير وطبعاً ده عكس 2020 اللي عانيته فيه بأزمات نفسية ومادية ومزاجية وكل حاجة ممكن تبدأوا علاقات عطفية جديدة وتكون إن شاء الله مسمرة وأخيراً إن شاء الله تجدوا شريك حياتكم واللي بتتمنون نيجي بقى البرج السرطان برج السرطان سنة 2020 كانت عليه كان ضايع مش لقي نفسه كانت سنة صعبة في الاختيارات كان عنده اختيارات وكان مزبزب ما بينها كنت بتبحثوا عن نفسكم وأحياناً أسأتوا الاختيارات كنتوا هتضيعوا أحباب ليكم بشكل أو بسوء تصرف عندكم اندفاعات في قراراتكم ولكن في نهاية 2020 ابتديتوا تستقر ابتديتوا تفلطروا الأمور وابتديتوا تعرفوا أولوياتكم وابتديتوا تحطوا رجلوكم على أول سلم النجاح وازاي إنكم تجدوا نفسكم وازاي إنكم تطلعوا ستيب باي ستيب وترجعوا لطموحاتكم والأحلامكم اللي انتكم بتطو بتخططوها هيحصل لكم إن شاء الله في سنة 2021 انفراج ونجاح وهيستمر هذا النجاح والحيرة اللي عندكم في الاختيار هتروح تماماً من عندكم ونصيحة بقى مني لبرج السرطان في 2021 ياريت نقلل التفكير شوية سيبوها على ربنا دعوا الخلقة للخالق وريحوا أعصابكم وريحوا لأن الغيب ما بيعلمهوش غير ربنا استمتعوا بلحظات عمركم استمتعوا بنجاحكم ما تشيلوش هم بكرة إن شاء الله لما يجي بكرة تبوشيلوا هم نشوف بقى البرج اللي صديق ليا في النجاحات والمزاج العالي والحاجات الجميلة اللي حظه عالي جداً جداً في 2021 وهو برج الجوزاء برج الجوزاء في بداية 2020 واجه نوع من التشتت والضيق في الرزق وبعدها في منتصف 2020 ابتدت الأمور العاطفية والمهنية والمادية تستقر ولكن في 2021 هيكون فيه نجاح قوي جداً من الناس اللي محظوظة جداً 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 في 2021 هم أصحاب برج الجوزاء هيجي لكم رزق واسع جداً وهتكونوا محظوظين مع شريك حياتكم وفي العاطفة ونقدر نقول إنهم هم وبرج الميزان هم أكثر حظاً ورزقاً في عام 2021 طبعاً طبعاً أنا نزلت لكم البوست وقلت لكم بعتولي الأبراج اللي أنتوا مهتمين إن أنتوا تعرفوها إيه وطبعاً فيه ناس بعتولي من برج الأسد كتير جداً أكتر ناس بعتولي كانوا برج الأسد برج الأسد بقى أول حاجة على الصعيد المهني في 2021 أو الأول كان في 2020 هو كسب كتير في برج الأسد كسب كتير مادياً ولكنه عنده عصبية وعنده شوية حب تملك المشكلتين دول كانوا هيضيعوا هيضيعوا منه أقرب الناس ليهم أو الناس المقربين ليهم ما كانوش متحملين هذا التملك وهذه العصبية ولكن في 2021 أصبح أكثر تفاهوماً لمشاكل شريك حياته أصبح أكثر هدوءاً أصبح أكثر وعياً فإن شاء الله بإذن الله طبعاً هيجد استقرار عاطفي هيجد مادة هيجد نبج عاطفي بعد الأزمات الرهيبة اللي زلزلت كيانه نصحت البرج الأسد إن هو يقلل من اندفاعه لأن السنة 2021 ممكن هتقدم فيها أو هتقدمي فيها يا برج الأسد بعض التنازلات والتسويات لمشاكل 2020 هتضطري تعيجي النظر في بعض المشاريع وبعض الانتماءات هتحددي بقى انتماءاتك الجديدة سنة 2021 هتكون بالنسبالك سنة النضال والكفاح والمحاولة للحفاظ على المكتسبات اللي اكتسبتيها أو اللي اكتسبتها في عمرك اللي فات هتناضل كتير وهتتعب كتير يعني فيها شوية تعب ولكن إن شاء الله هتكون سنة حلوة وهتحافظ على كل مكتسباتك وكل نجاحتك في بقى حاجة في عملية شراء هتقبل عليها في سنة 2021 إن شاء الله هذه العملية أو عملية الشراء دي هتكون هتغير مصار حياتك هتكون عملية مربحة جدا جدا وهتكسبوا منها كتير قوي في المناخ العائلي دايما هيكون دايما العائلة بالدعمك وهتكون متضمنة معاك دايما في السراء والضراء نيجي بقى البرج الدلو برج الدلو فيه إيجابيات كتيرة جدا ومتنوعة ومصالحات وتصحيحات واسترجاع بعض الحقوق هيكون فيه بعض الحقوق اللي كانت رايحة منه في برج الدلو كتيريحة منه تماما وهذه الحقوق سوف ترد لي في 2021 إن شاء الله وهتكون سنة سعيدة لي بس أهم حاجة ما ضاع حق وراءه مطالب يعني حضرتك ما تسيبش حقك وترجع تقول أنا عايز حقك لا اسعى وراء حقك وإن شاء الله هتكتسبه وهتاخده في 2021 نيجي بقى لبرج الجدج برج الجدج أحياناً بيقولوا عليه برج شوية حزين شوية مش بيتحك بسهولة شوية في بعض الناس المتشأمة بيقولوا عليه برج كئيب ولكن برج الجدج عدى في سنة 2020 ببعض الاترابات اللي خلته ما بقاش فارق عنده ولا حريبيب ولا قريب يعني من كتر ما شايف نقد واتهاد من بعض الأشخاص المقربين هذا النقد والاتهاد جعله شخص عصبي ما بيفرقش ما بين اللي بيحبوه واللي بيكرهوه نصحتي لك في 2021 إنك تحافظ على ما تحب وتعب من أجل ما تحب يعني انت زعلت الناس كتيرا جدا منك في 2020 يريد تعود هذه الناس عشان لو فقدهم هتندم جدا جدا ده على المستوى العاطفي على المستوى المهني فانت كسبت وخسرت في 2020 ولكن خسرت أكتر ماديا الخسارة دي إن شاء الله هتتعود وفي عندك ورث أو عندك عطية أو منحة من ربنا هتكون في شكل ورث يجيلك فلوس من حيث ولا تحتسب إن شاء الله بإذن الله فبرج الجد مين أيوة يا نورة قالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا نورة كل سنة وانت طيبة وانت طيبة عايزة تسألي عن توقعات برج إيه أنا فانت مترخ ملات 23 3 عام 1996 23 3 أيوة برج الحمل أيوة عايزة عارف التوقعات بتاعت لو سمحت إن شاء الله بإذن الله هقولك توقعات جميلة دلوقت ماشي يا فانت ماشي يا نورة هتتعرفي على أشخاص جدد إن شاء الله في 2021 طبعا انت 2020 عدت عليك يا نورة كان في ضغوط عصبية عليك رهيبة الضغوط دي خلتك عصبية مع أي حد مع بيتك مع عيلتك مع إخواتك مع كله عندك عند في إزهار مشاعرك يعني انت من برج الحمل انت أوائل برج الحمل وطبعا برج الحمل ده برج رائع أم رائعة وبس عنيدة شوية بتهتم بكل تفاصيل الحياة ست في حياتها نزيفة جدا وشطرة جدا وأكتف جدا وعندها تحديات وبتقدر إن هي تتغلب على هذه التحديات مرت عليك 2020 كسبت ماديا كتير جدا اديت كتير قوي في سنة 2020 بس ما لقيت مقابل هذا العطاء يعني انت اديت كتير جدا جدا وما لقيت حد يقدر ك ولا لقيت حد يديكي مقابل هذا العطاء إن شاء الله وطبعا ده خلاكي عصبية جدا فكنت عصبية على الحبيب وعلى العدو سويتي ده إن شاء الله في 2021 هتكوني أكثر هدوءا وهتكوني هتبدأ تصلحي كل الأصدقاء اللي انت خسرتيهم في 2020 نتيجة الضغوط اللي كانت على أعصابك إن شاء الله بإذن الله هتجدي ربح ودخل مالي من خلال عمل جديد هيجيلك شغل جديد أو لو مش بتشتغلي إن شاء الله ربنا هيرزقك من جوزك من ورث هيجيلك ربح ودخل مالي كبير وإن شاء الله قلبك القوي هاي الاختيار لازم ما تتكبريش وما تعنديش على قلبك يعني لو بتحبي حد بلاش تعودي تبزلي مجهود عشان تداري مشاعرك لأن ممكن الشريك يتركك تماما وتبقي خسرتي للأبد من كتر ما انت بتحاولي تداري وتكبري في مشاعك إن شاء الله سنة جديدة سعيدة على كل برج الحمل وعليك يا وفاق ندخل لبرج الحوت جات لنا برضو تساؤلات كتيرة على برج الحوت أيوة المخرج بتاعنا برج الحوت بصي بقى برج الحوت عندك قرارات جيدة ومصرية يعني أنت دلوقتي عندك في 2021 كان عندك في 2020 حاجات كديرة دخلت في حياتك مختلفة في آخر 2020 وفي بداية 2021 هتقف على مفترق طرق هتبقى محتار في الاختيار تختار أنهي طريق هيبقى بالنسبة لك كل الطرق مجهولة ولكن في الآخر قلبك هيوصلك للاختيار الصحيح إن شاء الله عندك حظ جيد جدا في تحديات العمل طبعا برج الحوت وجد مصاعب كتيرة في الارتباط في الفترة اللي فاتت نتيجة عدم توفيق ما كانش ربنا يعني كان فيه علاقات كتيرة بيدخلها وما كانش ربنا بيتمماله ولكن في نهاية 2021 إن شاء الله سوف تكلل هذه ربنا هيبعت لك الحب الحقيقي الصادق اللي انت بتتمناه وسوف يكلل هذا الحب بالزواج إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نيجي بقى لبرج احنا تكلمنا عن برج الدلو وكلمنا عن برج الجدز نيجي لبرج الكوس برج الكوس دايما بيبقى عارف هدفه وبياس علي في 2020 رغم إن كل الناس شافت مساوق في 2020 من صعوبات مادية وصعوبات نفسية إلا إنه كان عام حلو جدا على برج الكوس كان عنده حظ جدا في الأموال وكان عنده حظ كبير جدا في الرزق وفي الأسرة بس طبعا الحظ الكبير جدا مش بيعدي بالسائل هو أنت تعدي كده لأ حاضر طبعا برج الكوس نتيجة هذا الحظ الوفير في الأموال كان عنده عين فظيعة دخلة في حياته سببت له بعض الأزمات والمشاكل وأحيانا الحوادث عشرين واحد وعشرين هيقابلك في البداية بعض التحديات ولكن إن شاء الله سوف تنتصر عليها ياريت نهتم بصحتنا برج الكوس ياريت ما نزودش إحنا بنحب الأكل شوية فياريت نزبط أكلنا ويكون أكل صحي لأن ممكن نتيجة هذا الأكل اللي إحنا بنكله على كتير كده يحصل لنا أزمات صحي حوادر ألو السلام عليكم عليكم السلام إزايك يا ممحمود كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي إن شاء الله سنة جديدة سعيدة عليكم يا حبيبتي عليكم وعلى آله على سيوت أمين يا رب على الدنيا برج أوليلي طبق توريخ ميلادهم ستة وعشرين خمسة ستة وعشرين خمسة أو الواحد ده برج السرطان لا ستة وعشرين خمسة لا ده نهاية التور أول نهاية التور أول الجوزاء تمام طيب والثاني تلتاشر تلتاشر ثلاثة تلتاشر ثلاثة ده برج الحوت والثالث ستة عشرة ستة عشرة ستة أكتوبر ده برج الميزان آه عايز أعرف الله يخليك أخبار الشغل معهم إيه من عناية يا حبيبتي حوادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا أمو محمود أنت ما شاء الله السنة دي هتبقى سنة سعيدة عليك وعلى أولادك بإذن الله لأن عندنا برج الجوزاء وبرج الميزان دول أولادك الجوزاء والميزان وزي ما قلت لحضراتكم إن الجوزاء والميزان هم أسعد برجين لعام 2021 والأكثر حظا في كل الجوانب في الجوانب المادية في الجوانب النفسية وأيضا في الجوانب المهنية والعاطفية إن شاء الله ربنا يسعدهم لك يا رب برج الحوت هيبقى فيه حيرة في أول السنة شوية هيبقى مش عارف يختار طريقه ولكن ربنا يديه للطريق الصح وإن شاء الله بإذن الله لو كان كبير شوية يبقى إن شاء الله بإذن الله ممكن يتجوز على آخر السنة ويلاقي حب عمره إن شاء الله اللي ربنا يسعدهم مع بعض طيب برج العقرب برج العقرب بقى طبعا برج العقرب ده برج الناس الزكية جدا الدقيقة جدا اللي بتركز جدا والهادية جدا يعني تلاقي طبعا دايما برج العقرب لو قاعد في وسطة أصدقاء لي هو الوحيد اللي هادي هو الوحيد اللي ساكت بيسمع وبيحلل كل تفصيلة بتتخيل إن هو مش مركز معك ولكن هو بيبقى مركز كويس جدا فأدق التفاصيل برج العقرب ينفع عالم ينفع باحث بيحب قوي كمان التكنولوجيا تماما برج العقرب إن شاء الله عايزاك تاخد الحزر وتاخد الحيطة في عام 2021 لأن هناك بعض المنعطفات القاسية فهيكون عندك اختيار صعب جدا بس تنتقى الدهوة دود إن شاء الله بإذن الله وهنتلع فاصل ونرجع لكم تاني مشاهدين الأعزاء وكل سنة وانتوا طيبين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة عودناكم في فقرة المطعم معمولة ان احنا بنجيب لكم يا اما مطعم مميز جدا واكل مميز جدا عشان نقل لكم تجربتي من خلال هذا المطعم علشان انصحكم بانكم تزروه او حتى صفحات اونلاين ناس بتشتغل من البيت وبتطلع اكل بيتي ولكن النهاردة جايبا لكم تجربة مختلفة تماما ومميزة جدا 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 تكاد تكون الاولى في نوعيتها على مستوى مصر والوطن العربي كمان هذه التجربة المميزة هي هقولها لكم بس لو معرفكم على ديوفنا بنحب نرحب مع حضراتكم بديوفنا اللي منورنا في الستوديو النهاردة بنرحب بالاستاذ احمد منضوح صاحب المهدي للحوم والمنتجات الغذائية اهلا وسلم بحضرتك نورتنا وبنرحب باستاذ كريم مراد مدير التسويق الالكتروني لصفحة المهدي للحوم البلدي والمنتجات الغذائية اهلا وسلم بحضرتك وبنرحب بالشيف العمومي الشيف حسن بركات الجلاد الشيف العمومي لمزرعة المهدي للحوم البلدي والمنتجات الغذائية اهلا وسلم بحضراتكم نورتنا منهاردة تجربتكم مختلفة ومميزة يعني ايه انا كعميل اختار قطعة اللحمة اللي على مزاجي وتتعمل لي زي ما انا عايزة على مزاجي وحاجة بلدي ونضيفة جدا من مزرعة مميزة جدا 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 عايزين حضرتك يا استاذ احمد تكلمنا عن هذه التجربة ازاي جات لك الفكرة وازاي قدرت ان انت تحققها اولا بالنسبة للشغل عندنا احنا بناخد تفاصيل من العميل بدقة شديدة يعني حتى لو فيه قطعية معينة بيحبه هو لازم احنا نعرف هو هيتبخه ايه علشان نجيب له انسجة مناسبة للطبخة اللي هو عايزة ده بالاضافة ان احنا بنسرفز عليها بسرفز عالي في القطعيات وفي تنقية الجلود من وسط اللحمة وبنجيب له القطعية اللي هي تناسب الطبخة عنده وفي نفس الوقت بنقدمها له بشكل يعني يكون لائق ومختلف عن السوق كله شكل صحي جدا التغليف عندنا بشكل يعني ممكن يتعرض كمان في السور هتلاقي التغليف مختلف خالص يعني طيب انتو ازاي بقى بتقطعوا او بتطلعوا القطع الخاصة بالستيك اوكي وازاي بتبقوا حارسين ان كل قطعة تبقى بالقطعة التانية عشان احنا يعني احنا لما كنا عايشين بره فجايبين يعني شغل حديث بالنسبة للمكن فبنطلع القطعيات بمقاسات يعني حضرتك لو عايزة مثلا قطعة البوفتيج بتبقى مثلا في قطعيات بتبقى لما بديجي تشتري من جزار تغليدي بيبقى فيه حتة بتستيو حتة لا فالتقطيع المكن بيجيب السوى وبيجيب القطعيات كلها شبه بعضها فبيديكي شكل كويس في الصفرة وبيديكي تسوية معينة ما بتلاقيش حاجات مختلفة معاك في التزوق ممتاز لان احيانا بتبقى قطعة خينة او قطعة رفليعة فبالتالي ما بتبقى السوى واحدة في جزار بيحاول يعالجها في حتة انه هو يخبط عليها وكلام منه لكن احنا عندنا لان التغبيط بيعمل مشكلة في التدبيلة بيخليها تترخم فما ترداش تشرب من التدبيلة بتاعتها يعني انت لما تيجي تتبيليها ويام ترخمة عشان متخبطها فبتقفل المسانة بتاعتها فلكن المكنة بتطلحها بالشكل الطبيعي بتاعها فبتطلع تشرب معاك التدبيلة فبتطلع المزاج بتاعها مناسب معاك وبتطلع بشكل مختلف عن اي قطعية تانية نيجي بقى للسوشيال ميديا والدعاية دلوقتي لو فيه أوردر جيل حضرتك ايه التفاصيل الدقيقة اللي بتاخدوها من العميل لهذا الأوردر هي الفكرة في الأول بس لازم نتكلم في حاجة مبدئية الفكرة اللي قالها أستاذ أحمد ان احنا كنا عايزين نوصل خير الريف للمناطق اللي ما فيهاش الخير ده او زي اسكدرية وزي القاهرة وزي المدن اللي هي العالية للأسف فقدت الخير بتاع ريف ولكن في نفس الوقت احنا أضفنا عليها السمة الأجنبية شوية والأوروبية في القطعيات فأصبح الحاجة بتوصل لك فيها خير الريف ولكن بطريقة مودرن وبطريقة مناسبة للعصر اللي احنا فيه تمام؟ دي كانت الفكرة الأصلي ممتاز وبالتالي لما بيجينا أي أوردر الوضع بالنره مختلف أنا لازم من أعرف بيانات عادية زي اسمه وعجوانه وتريفونه الحاجات دي كلها وفي نفس الوقت أبعرف هو عايز يعمل ايه في اللحمة؟ هلا هو عايز يطبخها الزاي؟ هو عايزها شاوي؟ عايزها للطبيخ العادي؟ ممكن يطلب أكتر من قطعية وأكتر من قطعية أبتري أعرف منه كل تفاصيل هو هيعمل بها ايه؟ تمام؟ طبعا ست البيت بتبقى هي عارفة هتطبخ ايه بالظبط أنا جاب القطعية دي عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا تفرق معناه لأنه أما ببتدي أوصل الأوردر لأستاذ أحمد يبتدي هو يخلي بالو في القطعية تبقى الأنسجة نفسها طريقة التقطيع بتفرق في السوا طبعا وجود نسبة دهن دي حاجة مطلوبة في اللحمة ولكن بتفرق انت حراجة حتشويه هتطبخه هتعمله نسبة الدهن دي بتفرق فما ينفعش تقولي مثلا أنا عايز كيله لحمة بس طب كيله لحمة ده هتعمل بي ايه؟ من هنا بيجي التمييز بتاعنا ان انت بتاخد اللحمة زي ما بتشوفها في الصور وزي ما بنارضها زي ما بتوصل لك وزي ما بتجربها وبتدقها بترنينا نضيف شوية حاجات برضو على الصفحة طرق الطبخ في قطيات بتبقى شوية غربية الناس مش عارفها في مصر تمام؟ ولكنها عمال عزيز جدا في الطبخ يعني انتوا بتدوا كمان ازاي الست اللي تاخد او ربة البيت اللي تاخد هذا الاردر ازاي تعمله في البيت بشكل محترافي زي مثلا الفنادق او زي المطاعم بزرط احنا بنرى الفيديوهات طريق طبخ القطيات الفلانية مثلا تمام؟ ممكن يبقى لا اكتر من طريقة يعني على المدى الطويل بيبتنى طريقة او اتنين وثلاثة واربعة بالذات القطيات الغربية اللي مش متعرف عليها في مصر قاوي ممتاز تمام؟ احنا للأسف بنسميها قطيات بلدي او اطيات عادية الرياش كباب بكعبات خضار دي المتعرف عليها لكن في اطيات تانية السيد احمد كمان هيبقى اكتر مني هيرادها احسن مني زي الريب اي مثلا الريب اي ستيك في اكتر من اطيات فعلا غربي مش معروفة في مصر لكن طعمها حلو جدا يبقى كل الستات اللي بتفرجوا علينا لو عايزين تعرفوا كل اطيات اللحوم وازاي تنفذوها في البيت زيك وزاي اكبر مطعم واكبر فندق على طول ادخلوا على صفحة المهدي مزرعة المهدي للحوم والمنتجات الغذائية على الفيسبوك عشان تعرفوا الطريقة دي وانا اول واحدة بعد الحلقة اعملها ان شاء الله حضرتك بقى عندكم حاجة مميزة جدا ان انتوا تقدروا تقطعوا الجلد من داخل قطعة اللحمة الجلد الدقيق جدا وده اللي بيميزكم عن اي جزارة عن اي مكان بيبيع لقوم احنا بنعمل عشان النقطة دي بنعمل عشان النقطة دي التجهيز في يوم كامل يعني يعني ما بيش حد بياخد عندنا اردر في نفس الساعة او في نفس اليوم بياخد تجهيز معنا كامل لان احنا بنعمل شغل ضكيك بأسلحة صغيرة يعني مش بسككين من الكبيرة او كده انا عايزة شيفي وريدك يعني امكان فيه فيه مشاري حضرك خليك مستريح حاجة زي دي دابوف تيك سهل الكاميرا الكاميرا وهي دابوف تيك قطعة نضيفة من الالياف من عروق من سبيلالة وفيه واحدة تانية ارفعها شوي عشان الكاميرا بس تجيبها فيه واحدة تانية اللي فقى خط دي اللي هي دي ايوة دي اللي فقى العيب اللي احنا مش بنطلعها يعني انا شايفة خط دقيق جدا انتو بتعود وتبقى عندكو الدقة دي ان انتو تطلعو الخط الجلد ده اه اه عشان ما يقابلش حد هو بيأكل هاي يقابل 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 الالياف بس ما يقابلش حاجة فيها جلد وبيدايه في السوق خليه يجزعه كده وبيدايه برضو في السوق عشان كده احنا بنعمل اليوم كامل للتجهيز اكيد 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 عشان كده لا دقة هايلا جدا 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 طيب اه قوللنا بقى يعني حضراتكو جايبل لنا كذا آآ قطعية وكذا نوع كلمنا كده عن كل نوع من الانواع اللي انتو جايبينها لنا في حاجة زي كده ده كباب حلة تمام او مقعب لحمة الخضار شربة نمشي كباب حلة في حاجة زي كده شاون ريشة شمبري ده دي ريب نسبت ايدنا بس ايوه دي ريشة شمبري بالعربي كده احنا بنقول عليها ريشة ايوه يعني او ريبستيك ايوه تمام دي بتاخد تسوية بشكل معين لان دي لحوم بلدي الانسجة بتاعتها بتبقى اقوى شوية من اللي بيشتغل من اللي بيجي ببرة يعني مثلا لو ما حد بيبقى مسافر بره بياخدوا الكتعة من دي فبلاقاها معاها طريقة اوه فاحنا بند الوصفة للعميل اللي بياخدها يعملها ازاي عشان تقابله بنفس المذاك اللي خدها ممتاز بالاضافة ان هي بتبقى لحوم بلدي ممتاز فبتبقى معاها مميزة كمان عن اللي كلها بره حلو دي تمام حاجة زي كده دي 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 ستير جنوف دي بتبقى زي البطاطس كده لها طرق تانية في الطهي الطهي مميزة جدا فيه طبع مشهور طبعا ده طبع مشهور جدا وموجود في مصرات فعلا هو شابه الشاورمة لكن القطاية ازاي ما هكش شايفتها كده بتبقى طريق لازم القطاية تكون القليف بتاعتها نعمة وطرية في حاجة كمان انت يا شيف اللي بتعمل كل الحاجات الجميلة دي تسلم ايديك ايه تاني عندنا ده ريب ايستيك ده بيبقى مميز جدا ده يعني من اكتر المبيعات اللي بتطلع من عندنا لان احنا بنتطلعه بمواصفاته العالمية اللي هي المقاسات بتاعته فيه فيه اماكن بتطلعه بس مش بيطلعه بنفس المقاس بتاعه يعني لانه هو لازم يطلع بمقاس معين وتسويع معين ايه فده قطعة شاهية جدا اللي بميزها كمان الدهون اللي حواليها دي علشان خطر الدهون دي بتبقى مع الشاوي بتختفي ايه وبتديله صفت عالي اه فبتخليه طعمه لازمس اويل ما شاء الله معانا ايه كمان فيه اللي هي اللي في الاول خلقه به دي الايفراونج اللي هو العرق الرسطو او اللي احنا بنقوله على التربيانكو في مصر ده تعرفني بابي تغيز دي اه ده بقى يعني ده ببناسيجه اكوة شوية اه اللي احنا بنعمله لحمة بردة ايه بالزبط بس فيه بقى بيطلبه قطعيات بيطلبوه متقطع مش كامل زي بالشكل اللي حضرتك شايفة جميل ومش شايفة فيه ولا حقوقات يعني عادة بيبقى فيه جلد كده من برد لا 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 متشال تمام انتو انتو على فكرة اكيد انتو عندوكو طولز او ادوات طبعا انتو مصنع مش جزارة عادية انا شركة اهرباء وانا مختلف خالص تماما المصرع بيبقى فيها الطيور كمان البلدي بحقاليسة بقى نتكلم عن خيرات الريف بقى اللي انتو بتجيبوها اه طبعا احنا عندنا اللحوم وتكلمنا عن اللحوم عايزين بقى نتكلم عن الحاجات المقدمة اللي بتقدموها تانية تمام بالنسبة بالنسبة بحطين في المزرعة برضو جميع نوع طيور البلدي تمام وفي جبنة ريش يعني احنا بنحاول نوصل للعميل ان هو يكون بيمتلك مزرعة فيها لحوم وطيور وحاجات من الالبان تمام زي سامن البلدي زي الجبنة القريش زي السامن الجاموسي ان هو كأنه بيمتلك مزرعة وبيطلب من مزرعته الحاجة اللي هو ايه اللي هو عايزها فدي بتوفر للعميل بتحسسه بتميز في حتة ان هو كأنه بيمتلك مزرعة احنا عايزة اعمل اردر بالشكل الفلاني بياخد معنا التفاصيل بدقة بيتنفذ له زي ما يكون هو واقف واكتر شوية ممتاز والميزة في الموضوع ده انه بيبدأ دبح اليوم يعني احنا مش بنتبح وسابين اللحمة وبعدين بناخل الأردر لا احنا بناخد الأردرات ونبتعين نتبح ونبتعين نجهز اللحمة بنياً على الأردرات اللي جاءنا يعني الحاجة فرش بفرش فرش واكتر مفرش وهو علمياً المفروض اللحمة بتتاكل تاني يوم في الدبح بتذاب يوم وهو ده اليوم اللي احنا بنجهز فيه بنجهز فيه العطائيات بتاعتنا فبتوصل بالدرجة الصحية اللي تناسب اي حد يعني اول ما يوصل الى حراكة الوردر تطبخيه بقى كده احنا بتدينا الدرجة الصحية في طبخ اللحوم ودي اهم من وقت احنا بردو مركز فيها طيب يعني اذا حضراتكم بتقدموا الحاجات فرش انا دلوقتي عجبتني مزرعة المهدي وانا كمشاهدة توصلت على التليفونات الموجودة على الشاشة دلوقتي المفروض ان انا لو طلبت الوردر اطلبه قبلها بقدي ايه يعني انا مثلا عندي عزوما بعد اسبوع اطلب من حضرتك الوردر قبلها بقدي ايه قبلها بيومين بالكتير لان ممكن تطلبي قطعية تكون اصلا الحجزات عليها كتير فانت لما تدي وسع شوية لان احنا اكتر شغلنا الغربي والشغل الغربي بيبقى من قطعيات من اجزاء معينة من الدبيحة فلما بتطلبي قبلها بيوم او بيومين بالكتير قوي ده بيبقى وقت مناسب لنا ان احنا نجهز لك طلب كويس ويليك بالعزوما اللي عندك جميل جدا عندكم بقى قصة وحكاية في التغليف يعني التغليف وازاي نظافة الوردر لما بيوصل للكاستمر بتاعك او الخلاين او العميل كمان الناس كلها بتتكلم ودخلت على الصفحة وشوفت الكومانس ان الناس بتقول الحاجة زي ما هي في الصور بالزبط بتوصل لنا عايزة حضرات تكلمنا عن الموضوع كان عمل لنا مشاكل مش مصدقينة ان احنا بقولنا له يا جماعة احنا الصور اللي بتشوفوها هي الصور اصلا بتاعة عملة انا حاسة ان هي لوحة فنية اه احنا مصورين عشان احنا بنشتغل بعيد عن جمهور فبنشتغل في مصنع فبنعمل الشغل بضكة عالية الاول بنركز على الهيجين جدا لان احنا اصلا كمان يعني بنبيع لمستوات كتيرة في البلد يعني حتى في الكاهرة كمان بدأوا يسحبوا مننا لان احنا كنا مسلطين الدوق بس على اسكندرية فبدأوا يسحبوا مننا في الكاهرة علشان خاطر في معارف ليهم من اسكندرية فبقولوا لا احنا بقى عايزين نتعامل مع الناس دي فبيضطروا ان احنا نوصل لهم بسبب الشغل بيبقى متميز شوية وبياخد دقة في تنظيفه فعلا هي حتى الصور نازلة هي لكل الحاجات اللي حضرتكوا بيتقدموها ماشاء الله الكوارع بيدة وزي الفل التقطع الكوارع بيتقطع قالي عندنا ودرجة اللحمة والكلامة ده اساس التسمين في المزرع ايوة اساس التسمين في المزرع كويس علاف كويسة نسب كويسة يعني تغذية المواشي نفسها اساسة كويس هذا دي حلقة الوحدة بقى دي اللي هي تغذية المواشي عندنا بكل شكل معين طبعا مختارة السلاجات نفسها بردنا هنيجي نصور عندكم في المزرع بإذن الله نشوف المواشي ربنا يخلي حضرتك يا رب والنظافة اللي بتأكلوها والحاجات الأورجانيك الجميلة اللي تخلي المشاهد بعد كده يوصله كتعة اللحمة وهو واسق فإن التغذية بتاعة المواشي دي تغذية سريمة يعني في مفاجأة كمان مريب خالص هيبقى فيه هيبقى فيه فراخ بطعم حاجة معينة يعني هي بتتربة على حاجة معينة تديك الطعم بتاعها من بعد الدبح بتاعها يعني مثلا فراخ بالزعتر فراخ سبيسي لا 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 سويلي عادة الزعتر أو السبيسي دي تتبيل احنا بنعملها حضرتك بقى لا مش هتتبيلي بقى يعني أنا أكل الفرخة زعتر تطلع بتاعم الزعتر الله نور علم بس بقى بمقادر المعينة شغلي فيه دراسة شوية هو ده بقى الجديد هو ده الجديد حوالك على حاجة احنا بنكبر كل عميل بشغلنا انه هو يتعامل معنا لازم هيجي له وقت يتعامل معنا وهيقول ازاي انا بفترة اللي فاتت دي كنت مفتقد الناس دي بس جديدة دي محصلتي في العالم احنا بصور حالك كالناسة السيدة أحمد بتكلم ان الموضوع بتاع الصور دي عملينا مشكلة فيه للناس متخيلة ان الصور دي مش حقيقية صور جايبين عن الانترنت مثلا من دين أو من دين لكن هي كلها صور فعلي وصور حقيقية فعلا من قطيات زي ما سيدة أحمد قال بتاعتنا اه بالضبط او لا مش التغليف اللي بيطلع بس دي عشان التصوير يعني احنا لنا عبوات خاصة ممكن تبقى في الصور لنا عبوات خاصة ولنا كمان تغليف فاكيوم ممكن تحتفظي باللحمة بعيد عن هي تكون فروزن تحتفظي بيها من عندنا لمدة 25 يوم يا الله 25 يوم مش في الفريزر مش في الفريزر في التلاجة لان هو تغليف الفاكيوم بيعمل هي تغليف الفاكيوم بيمتص الهواء اللي هو البيئة المحيطة اللي ممكن اللي فيها بكتوريا فبالتالي ممكن تعيش في بيئة عادية جدا زي بيئة التلاجة لمدة طويلة جدا 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 وما تفقدش مش فقط تفقد قيمة غزائية لأ دي كمان ما تفقدش الليونة بتاعت يعني نحس انها طازة برضو يعني بعد مثلا 14 يوم 15 يوم 20 يوم حالك تطلعيها وتطبخيها تحس انها برضو طازة وبريحة الطازة زي ما هي لان احنا امتصينا البيئة اللي ممكن يطلع فيها البكتوريا والجراثيم اول حاجات دي كلها ما شاء الله ما شاء الله بجد انتو مزرعة هايلة وده مشروع هايل بينفس في مصر على فكرة انا عرفت كمان انتو مش في مصر بس ان انتو في الوطن العربي ايضا اه في الكويت في الكويت جميل كلمونا عن فرع الكويت فرع الكويت ده بقى كان بداية التأسيس يعني تمام كنا بناخد من المزرعة هنا شغلوا ونوصلوا هناك كنا بنعمل برضو ايه حركة كده برضو اللي هي التصدير اللحوم وكده ممتاز اه فكنا بناشط برضو كده الموضوع هناك فالحمد لله كنا ده ده اللي وصلنا ان احنا نعمل الفكرة هنا فكنا في البداية خلاص كنا بنقول ازاي الناس هتقبل موضوع زي كده اننا برضو يعني العملاء دايما ما بيسكوش في الجزار قوي ده حاجة كده ايه من ايام لابياد ويسود ان الجزار مشبوه شوية فاحنا بقى ايه حاولنا الموضوع مودرن شوية فالموضوع لما جيه هنا بدأنا نعمل مع الاستاذ كريم بتأسيس الصفحة وبدأنا نشوف ونجس نبض السوق انه هيبدأ طب احنا عندنا مرتجع كمان لو مش هيعجبك الوردر طب احنا نقدر نعمل لك اي حاجة في الوردر طب استبدل طب ما تدفعش خلص غير لما تجرب اللحمة كل حاجة بدأنا نحطها عشان خطر يبقى وعشان المصدقية تبقى واضحة لان احنا عايزين نعمل حاجة يعني مختلفة وطول الوقت احنا بنعمل قضيط بجد انتو انثلة للشباب ولرجال الاعمال يحتزى بهم ناس ممتازة ناس فكرت في فكرة ونفذتها على ارض الواقع والنموذج بتاعهم او الشغل بتاعهم ما بقاش في مصر بس لا ده بقى في الوطن العربي كمان سفروا وراحوا القويت وان شاء الله فكرتكو تتعمن في الوطن العربي كله في نهاية فكرتنا مشاهدين الاعزاء احمد ممدوح صاحب المهدي للحوم والمنتجات الغذائية بنشكر حضرتك بنشكر الاستاذ كريم مدير التسويق الالكتروني لصفحة المهدي للحوم البلدي والمنتجات الغذائية بنشكر حضرتك وبنشكر الشيف حسن بركات الجلاد الشيف العمومي للمزرعة المهدي للحوم البلدي والمنتجات الغذائية بنشكر حضرتك مشاهدين الاعزاء الوقت ما حضركم خلص خلاص اشوفكم على خير السنة الجاية وحلقة جديدة من برنونتكم هيا وقيدا أشوفكم على خير